قال متحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة أدسا جنوب أوكرانيا أن الجيش الأوكراني قصف سفينة إمداد روسية حديثة في البحر الأسود بالقرب من جزيرة سنيك القريبة من الحدود البحرية الأوكرانية مع رومانيا وأسفر القصف بحسب المتحدث العسكري الأوكراني عن اشتعال النيرعان في سفينة بيزيفولود بوبروف وكانت القوات الأوكرانية قد أكدت الشهر الماضي قصفها الطراد الحربي الروسي موسكوفا وإغراقه في البحر الأسود